تجولون القصير بين صحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الخليج التي نقرأ منها مرض طيارين يلغي مئة رحلة تغيب عشرات طيارين في وقت واحد لأسباب قالوا إنها صحية عن شركة ألمانية للطيران وهو ما اضطرها لإلغاء مئة رحلة من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين اخترنا لكم مطعم أسترالي ينتصر للسيدات ويفرض 18% زيادة على أسعار طلبات الرجل في سابقة تعد الأولى من نوعها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة قام أحد المطاعم الأسترالية في مدينة مالبورن بفرض زيادة على أسعار طلبات الرجل بنسبة 18% عن مثيلتها التي تطلبها المرأة ونطالع من صحيفة الغد الأردنية الروبوت سيحل محل المعلم خلال عشر سنواتين مقبلة كشفت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية في تقرير لها أن الروبوتات من المتوقع أن تحل محل المعلمين والمعلمات في المدارس خلال العشر سنوات المقبلة ومشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم وقعوا في فوهة بركانية حرارتها ألف درجة مئوية لقي صبي في الحدية عشر من العمر ووالداه مصرعهم بعد الوقوع في فوهة بركانية في إيطاليا تصل درجة الحرارة فيها إلى ألف درجة مئوية وختم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية منح مصور بريطاني حقوق صورة سيلفي القرد أنهت معركة قضائية مستمرة منذ سنتين بين مصور بريطاني وقرد اندونيسي التقط صورة ذاتية سيلفي لنفسه بمنح المصور هذه الحقوق مع ترك حصة من الأرباح المتأتية من هذه الصورة الشهيرة لجمعيات تهتم بالقرد اشتركوا في القناة